يعد المشروع القومي لتطوير قرى الريف حياة كريمة هو حلم الجمهورية الجديدة الذي أحدث نقلة النوعية بالارتقاء بالريف الذي طالما عانى من العدام المقاومات الأساسية وأنهت المبادرة الرئاسية حياة كريمة عصور التهميش في جميع قرى مصر التي ظلت على مدى عقود طي النسيان والإهمال ولكن في الجمهورية الجديدة بعد ثورة الثلاثين من يونيو حظي الريف المصري باهتمام بالغ فكان على أجندة اهتمام الدولة وتستهدف مبادرة حياة كريمة تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن في الريف المصري إلى الأفضل وتغطي في مرحلتها الأولى أكثر من 4500 قرية بإجماله 175 مركزا في 20 محافظة إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين